مدير مكتب الحدث زياد حلبي مرحبا بك زياد كيف يتابع شارع الإسرائيلي اليوم هذا الكم من الخسائر في الجيش الإسرائيلي وأيضا الوضع الميداني من عندك بدون أدنى شك بأن هذه ضربة كبيرة للإسرائيليين الأعلام الإسرائيلي تلقفها تماما وتفاصيلها أيضا تبدو ملفتة للغاية هذه المعركة في الشجعية استمرت ثلاث ساعات كاملة بعد ظهر أمس عند الرابع عصرا عمليا بدأ الأمر قوة إسرائيلية من لواء جولاني وقوات أخرى ذهبت لتفتيش منازل بحثا عن أسلحة أو أنفاق أو شيء من هذا القبيل جرى مباغتة هذه القوة فقد الاتصال مع ضابط كبير في القوة مدة نصف ساعة الأتقاد السائد كان بأنها عملية أسر لجندي وفقد أيضا للاتصال مع ستة آخرين اتضح فيما بعد بأنهم قتلى ولهذا لم تكن هناك إمكانية للاتصال معهم قتلى السبعة وفي محاولة تخليص أو إخراج الجثث للقتلى الإسرائيليين أيضا قتلى ثامن عمليا كل القوات الإسرائيلية التي كانت في محيط الشجاعية شاركت في هذه المعركة في نهاية المطاف تم استدعاء كل القادة الكبار في الجيش الإسرائيلي في شمال غزة للمشاركة خشية من أن تكون عملية أسر وخشية من إطلاق متبادل للنار القوات بعضها على بعض هذا جاء القادة الكبار لإدارة هذه المعركة الملفتة في القصبة في حي الشجاعية هناك كتيبة لحماس على ما يبدو بأنها ما تزال تقاتل بشكل عنيد وكبير جدا فيما يتعلق بتصريحات بايدن الأخيرة زياد هل رصت أي تصريحات من المسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيف يتابعون هذه التصريحات وماذا يعلقون عليها لدى المسؤولين الإسرائيليين صعوبة كبيرة في التعليق عليها والسبب بأنهم لا يريدون إغضاب بايدن حاليا ولهذا يمكن حتى إن كانت عسيرة الهضم هذه التصريحات على مسامع صانعي القرار الإسرائيلي خاصة نتنياهو والحكومة اليمينية التي يرأسها لكنهم اختاروا عداء التركيز أكثر على دور الولايات المتحدة وأن الرئيس الأمريكي يمكنه أن يوجه انتقادات وأن هناك خلافات مع الإدارة الأمريكية لكن لن تؤثر على الدعم الأمريكي لإسرائيل ببساطة لأن إسرائيل لا تستطيع أن تسمح لنفسها الآن أن تغضب الولايات المتحدة في خضم هذه الحرب على قطع غزة لكن كل الصحف الإسرائيلية تشير اليوم إلى ما هو معروف أن هناك خلافات جذرية وقوية بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وهذا غير مسبوخ في خلال حرب أن يطلب الرئيس الولايات المتحدة من رئيس وزراء في إسرائيل أن يغير حكومته وأن يصفها بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل ليس ذلك فقط أن يقول بأن إسرائيل تقصف عشوائيا في قطاع غزة وتقتل الفلسطينيين بهذا الشكل هذا أمر غير مسبوخ في العلاقة بين الجانبين خاصة في حالات الحرب لهذا كما قلت هي عسيرة على الهضم هذه التصريحات لكن ليس لدى إسرائيل خيار الآن للمواجهة مع الإدارة الأمريكية غدا يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل ويوم الاثنين المقبل يصل وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل في المعلومات لدينا بأن جل الاهتمام الأمريكي الآن في اليوم الذي سيعقب هذه الحرب وهو على فكرة موضوع الخلاف الأساسي بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية في إسرائيل يشتبهون بأن بايدن يريد أن يفرض حل دولتين بعد انتهاء هذه الحرب لهذا ترى نتانياهو يوميا يهاجم أوسلو يهاجم حل الدولتين يهاجم السلطة الفلسطينية وما إلى ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر